عندما أخذ رجل الأعمال محمد أحمد ياسين وهو ابن بلدة غزة البقاعية خيار الإلماء شاءت الصدف أن تكون كل المؤسسات التي يؤسسها وأشقاؤه الأربعة وقع في منطقة واحدة هي الحدود بين البقاعين الأوسط والغربي وفي الوقت نفسه على طريق الشام وتحديدا تعنايل هومسكيب هي مؤسسة تعنى ببيع مواد البناء على كافة أنواعها حتى اكتمال البناء مساحتها 6000 متر مربع وتستوعب في بداية مراحلها ما يفوق المئة فرصة عمل هالمركز بيلبي حاجات المستهلك العادي الانديوزر بيلبي حاجات المهندس والملتزم والمتعهد يعني لكل والتاجر بالإضافة عندنا نحن كمان للمستهلك العادي اللي عنده مثلا بده استشارة معينة هندسة بلاط دهان عندنا نحن استشاريين بيساعدوه رجل الأعمال محمد ياسين يقول إن الهدف من هذا المشروع إنمائي ولتوفير فرص عمل للبقاعيين هدفنا إنمائي لمنطقة البقاع الغربي والأوسط لطالما كان منسي وبفضل جهود الخيري والطيبين من أبنائه عم نرجع نحييه ونمي فيها الطاقة لحتى يظل أهل الشباب بمنطقته ما ينزح على المدينة أما افتتاح الشركة هومسكيب فسيتم في العاشر من شباط المقبل وعلى الجهة المقابلة للأوتوستراد يطور ألياسين مركز التبريد المعروف بالشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة MPPC التي استحوذوا عليها بعد أن كانت على وشك الإقفال وأعادوا إليها الحياة ورفعوا عدد الموظفين من 9 إلى 60 وقد يصل إلى 120 موظفا هي هبلة صارت لتعاون مع وزارة الزراعة ومع وزارة الاقتصاد أعملنا مؤخرا استلمنا أمح لبقاء كله هون بالمنطقة استلمنا السنة هاي لأنه كانت الدولة مش عبتستلم استلمنا 20 ألف طون بهب 6000 متر مربع مواصفات دولية وعالمية المؤسسة بتأمن هون غرف للتبريد أو للباكتجينج وبتوزع هي الهدف منها مش بس لبنان الهدف هي الدول العربية كلها مساحة MPPC تبلغ 15 ألف متر مربع وتتمتع بمواصفات أمريكية وعالمية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة MPPC وهمسكيب لمواد ومعدات البناء عنوانان يشكلان منعطفا إيجابيا للبقاع والبقاعيين على صعيد الخدمات التي تقدم وتوفير فرص العمل من تعنايل بس الخطيب تلفزيون المستقبل